انا بس الناس بتقولكش انا بتبلع الحكام انا عندي كده لقاء كده مع كابتن هشام حنفي حنشوف هيقول ايه وارجعتلن لحضراتكم المعلومة اللي انا اكيدة واسمعتها من حد من النادي الاهلي مسيح بعد نهاية المباراة لما راحوا يسألوا ويستفسروا عن ضربة الجزاء للنادي الاهلي انك تتغير مصار المباراة كان 3-2 تبقى 4-2 لو حسبت ضربة الجزاء لكن الاهلي تغلب 4-3 على نعمهم لما راحوا سألوا قال لهم يعني هو مش عايزة ديهم رد قاطع لكن في الاخر الاهلي توصل ان الفار اتعطل ودي كرسة ما شفتياش في حياتي الفار اتعطل ساعة الرجوع ليه في ضربة الجزاء عشان تبقى الناس فهمة يعني في اللحظة دي الفار مش من اول مبارا عطلان الفار جي عند مرحلة معانة في اللقطة دي اتقلهم لمسؤولي الاهلي انه الفار عطل فالكابتن محمود البنة مقدرش ان هو يرجع ياخد قرار لانه الفار عطلان ايه رأي حضراتكم ايه رأي حضراتكم انا مش اتكلم عن ضغط المباريات وكذا حاجة فيه تخبط فيه تخبط ده بقولكم ده من الامثلة البسيطة اللي انا بقولكم ده في عندي حاجات اكتر من كده انا بقولكم